شباب القديم بالعاصمة صباح اليوم فعالية يفتتاح المؤتمر الوطني العادي الثالث للمنظمة النسائية لحزب التحالف الشعبي تقدمي المنظمة تحت شعار المرأة التحالفية على المسار ماضية وقد حضرت تلاهرة عدد من قادة الحزب ومنتسب المنظمة النسائية رئيسة والمنظمة سيدة ميمونة يارجيت استعرضت في كلمتها بالمناسبة حضور المرأة التحالفية جهودها التعبوية والتحسيسية وقيامها بالدور المنوقبها واكبتها للأحداث والقضايا الوطنية وقالت إنه من أجل إجاح هذا المؤتمر تم تشكيل ثماني لجان قمسة في الداخل وثلاثة في النواكشوط أشرفت على عملية الانتساب وتنصيب هيئة الحزب ضمانا لإشراك الجميع رئيس حزب التحالف الشعبي تقدمي في كلمته هنا في كلمته هنأ لساء الحزب بنعقاد المؤتمر شاكركم على ذا اللي عانيتوا كامل شاكركم على صبركم عليه كامل على هاو الموجهات اللي شتاحوا البلد اللي حيث مات لمعروف وجههم نقفا يتمرقاج هون إذا يعني يرتد بنعاد وبعد شوية يرتد من اللي بنعاد فيه أخرى ولا أتلى ذابط شي بيه اللي لا كيف تلل الناس ديار ديار الشي ولا اللي ديار له لا شك بالنوية وكان اللي ألا المصلحة للموريتانيين والموريتانيات والجمهورية الإسلامية الموريتانية ما يقديونها ليكون بالصبر والثبوت وهذا من عجلة سرعة التغير والدفع هوك والدفع إله وللسينة اللي يطير هوك ويطير إله أقل ما يقال عنه بالنبعد ماهو ديارة عن مصلحة موريتاني والموريتانيين والموريتانيات شكرا 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 شكرا